السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجارة البشر فاعد سفيرة مساء الخير مساء النور كان الحقيقة الخطة اللي تم إطلاقها يعني احنا تابعناها عبر وسائل الإعلام وكان مندوبنا هناك والحقيقة فيها فيها حاجات كتير جدا وكان فيه إطلالة كده لمصر ان هي نجحت الناس اللي موجودين والناس بره بتبصرنا بإين فيها نوع من الاحترام لقدرتنا على مواجهة ملف فشل فيه الكثيرون قولنا بالضبط احنا عملنا إيه وإيه هنعمل هي قصة طويلة لأن احنا في نفس الوقت اللي احنا بنطلق فيها خطة العمل الرابع والأخيرة لتنفيذ الاستراتيجية احنا بنحتفل بعشر سنوات على اللجنة الوطنية فأنا حتى كلمة اللي أنا قلتها اتكلمت احنا عملنا إيه في العشر سنوات دي حضرتك النجاح اللي احنا عملناه يعني احنا ما بنقولش ان احنا أفضل ناس حققنا نجاحات باهرة لا احنا عملنا عمل جيد وموضوعي وعلمي ازاي؟ لأننا اشتغلنا زي ما الكتاب بيقول عملنا جهاز مؤسسي اللي هو اللجنة الوزارية اللي أنا بأشرف برئاستها تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة فده بيوري إرادة سياسية قوية واهتمام الدولة ايوة والاهتمام بهذا الموضوع اللجنة دي فيها 30 وزارة وهيئة تشكيل اللجنة نفسه يا فندم بيحكس رؤية وده اللي بيخلي الناس بره مصر تحترمنا الرؤية دي ان هذه الجريمة ليست فقط جريمة عبر وطنية جريمة منظمة عبر وطنية ولكنها ايضا تمثل انتهاكا لحقوق الانسان ده البعد الاهم على فكرة ده مهم جدا وعشان كده احنا بنحضر اجتماعات كتيرة لحقوق الانسان وبنبقى موجودين في مناقشات خاصة بتقارير مصر المعنية بحقوق الانسان ومن قبل ذلك مجالس حقوق الانسان التلاتة اعضاء في اللجنة وايضا بترتبط بالفساد فعشان كده الرقابة الادارية وحدة غسل الاموال اعضاء في اللجنة فده رؤية متكاملة للتعامل مع الموضوع ده جانب مؤسسي ده جانب تشريك انت عملت اول قانون في المنطقة الشرق الاوسط بيعرف الجريمة ويضع لها عقوبات رادعة وجيت بعدين سنة احنا عملنا القانون 82 لسنة 2016 سنة 22 عدلنا وغلزنا العقوبات العقوبات توقع على مين على المجرمين المهربين تجار البشر فده هم بيستغلوا الناس بزبط 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 اللي راجع من برة اللي كان في هجرة غير شرعية واضوبة او غيره وبرجعه بعمله تأهيل ومساعدة ومسامدة بالزبط ما بيسيبوش لا لا اطلاقا يعني ابنائنا اهلا بيهم وايضا المهاجرين الاجانب اللي موجودين في مصر لو منظمة الهجرة ما انفقدش عليهم ليعودوا عودة طوعية الى بلادهم هذا الصندوق حيساعدهم في العودة طوعية تمام فده الشق التشريعي اخر الشق بقى الشق العملي اللي هو الدراسات الاجتماعية اللي بنعملها واللي بتنجم عنها بقى الاستراتيجيات وخطة العمل فاحنا اشتغلنا على ثلاث محاور والحمد لله مغطينها كلها وده اللي بيخلي حدتك تبعت طبعا الجلسة هتجد ان التواجد الاجنبي كان تقريبا يساوي التواجد المصري لا التواجد رفيع المستوى كمان ايوة بالزبط كل المنظمات الدولية بتاعت الامم المتحدة رؤسائها كانوا موجودين السفارات الاجنبية كانت موجودة واحنا عملنا في العاصمة برضو وده بعيد عليهم لكن جم الحمد لله يعني اعتقد انه المنطقة وما يدور فيها من صراعات والقارة الافريقية وما يدور فيها من نزاعات جعلت ملف الهجرة غير الشرعية اولى بالرعاية وعين الدول والمنظمات الدولية والاتحاد اوروبي عينوا تفتح